نحن أمام فتوى ودعوة للقتل لاستباحة الدماء للعدوان والاعتداء على شعب بريء وهو الشعب اليمني الذي لم يعتدي على أحد الذي لم يقاتل أحد الذي لم يعلن حربا على دولة وخصوصا على جيرانه في العربية السعودية في بلاد الحجاز فنحن للأسف مرة أخرى أمام هذه الفتاوى ليست إلا اتباعا لهوى السلطان وليست إلا تماهيا مع من يريد العدوان ومن يزرع الفتنة في الأمة الإسلامية هذه العبارات من مفتي العربية السعودية هي حث للشباب في العربية السعودية وفي بلاد الحجاز أن يقاتلوا إخوتهم في الدين في اليمن نحن لا نعلم أنه في اليمن هناك صفويون لأنه حسب هذا الإصطلاح الذي نحن نسمعه وفي الواقع أصلا لا نعرف من يريدون إذا كانوا يريدون بكلمة الصفوي هو الشيعي في اليمن كما نعلم هناك زيدية هناك شافعية هناك الهمدانيين هناك الهواشم السادة الأشراف لا علم لنا أن هناك شيعة إثنى عشرية إذا كان المراد بالصفو والإثنى عشري فلا أعرف المفتي من أين جاء بهذه المعلومة أن هناك مد صفوي وهناك حركة صفوية في اليمن فما ذكره من تبرير لقتل الشعب اليمني أن أعتقد بأنه هو ضرب من الخيال الشعب اليمني كما نعلم الشعب اليمني شعب مسلم شعب مسالم شعب كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب القلوب النقية همدان عندما أسلمت همدان سجد النبي صلى الله عليه وآله ثلاث مرات وفي كل مرة كان يقول سلام على همدان سلام كررها ثلاث مرات الشعب اليمني هو الشعب الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من كل الشعوب هذا الشعب الذي كل يعلم بأنه لم يعتدي على بلاد الحجاز لم يهدد كيان العربية السعودية فعلى هذا الأساس أنا أعتقد بأنه هذه الدعوة هي دعوة للفتنة للقتل لاستباحة الدماء وهم شركاء قتلة الشعب اليمني لأنه هذه الفتاوى هي التي تحرك نحو القتل هي التي تزرع في القلوب الحقد والكراهية تجاه شعب جار للعربية السعودية وهؤلاء العلماء في العربية السعودية بتأييدهم عاصفة الحزم وهو يقول أن عاصفة الحزم هو تآلف أو اتلاف بين دول عربية وإسلامية نعم تحالف طيب كأنه نسي أن هذا التحالف فيه دول مستكبرة فيها دول ظالمة لنا فيها دول اعتدت علينا على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا هذه الدول التي أنا أتعجب أنه كيف يسمح المفتي العربية السعودية لأولياء الأمور في العربية السعودية كيف يسمح لهم أن يتحالفوا مع هذه الدول كأنه يعني يريد أن يضلل الناس يعني يتجاهل حقيقة وهي أنه الآن الشعب اليمن يقتل بالسلاح الأمريكي وهناك معلومات أيضا أنه يقتل حتى بالسلاح الإسرائيلي والصهيوني